هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني وعليكم السلام ندخل بعض الموضوع موضوع الكورونا والناس خائفة من الكورونا ومعادين الكوكب من الكورونا اول سؤالين اول حاجة لو انت عندك قاعد في محيط تلج لو انت قاعد في برا في تلج واحد لابس جاكت قوي 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 واحد لابس فانيلا نص كوم والاتنين طلعوا برا مين اللي هيتطاق شر البرد ومين اللي البرد هيبوز العظم بتاعه اللي لابس هيتطاق شر البرد واللي مش لابس البرد هيوديه فبوبالوزة صح كده نفس موضوع المناعة محدش يقول لكم الفيروس بقى اقوى الفيروس بيتحور الفيروس هينهي الحياة على الارض المناعة ثم المناعة ثم المناعة ليه الفيروس ده ما بيجيش اللي للناس الكبيرة بنسبة 99% ليه ما بيجيش اللي عندهم امراض ضغط وسكر وتصلب شرايين ورقتين ليه وامراض منعية وسرطان ليه العب فين ما هو نفس الفيروس بيجي السليم وبيجي المش سليم ليه بيموت ده وما يوتش ده لان ده منعته كويسة وده منعته مش كويسة الموضوع واضح وصريح النقطة التانية اللي اثرتها يا دكتور الناس بقيت 7 ونص بيموتوا من الفيروس حسبي الله ان يعملوا كل عمال تطمن الناس ليه اقول لكم الناس اللي بتموت 7 ونص في المية دول من ده الجزء اللي مات من الكمية اللي اتعمل لها تحاليل وطلعت بوزيتف يعني الفيروس جه دخل المستشفى عشر مات منهم اتنين يبقى نسبة يرفع عشرين في المية صح؟ لا غلط غلط ماذا أقول طب وحضرتك آلاف الناس اللي جاء لها وما جاروش المستشفى حسبتهم ولا لا ملايين البشر اللي عندهم المناعة اللي خدوه وما حسوش اسمتوماتيك ما حسوش حتى بدور السخنية وبقى عندهم اجسام مضادة للفيروس حسبتهم ولا لا لا يبقى عندك مليون مثلا مليون جاء لهم الفيروس عشر تلاف وظهرت عليهم الاعراض وتيعبوا راحوا المستشفى من العشر تلاف مات ألف يقول لك مات عشرة في المية لا يا حضرتك النسبة الحقيقية اللي العلماء اللي بيفكروا بجد حسبوها لقواها 0.05% نسبة وفيات الكورونا عشان يتثبتوا كلامي ادخلوا على أي دولة أسبانيا أو إيطاليا أو أمريكا شوفوا نسبة عدد الوفيات أول ثلاث شهور السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها أول ثلاث شهور هتلاقوا العدد واحد الله ملا 40 ألف والخمسين ألف دول إيه ماتوا ازاي ما هو بسجان نفس العدد لأن ناس عندهم أمراض القلب ما استحملوش فماتوا ناس عندهم الفلوانزة عدية موتتهم بس كانوا بوزوتيف والفيروس ما عمل لهمش حاجة ودي شهادة أطباء في أمريكا أي عيان بيطلع بوزوتيف حتى لو ملوش أي علاقة بالوفاة بيكتب مية كورونا فتخيلوا العدد مضاعف اللي بيقولون عليه أسباب غير الكورونا موتتهم دخلها مع الكورونا وفي ملايين الناس برا جالها كورونا خفوا وما حصل لهمش أي حاجة ما تحسبوش ما هاتش اضحك عليكم يقولك سبعة ونص وعشرة ومليون في المية النسبة زيرو صفر زيرو خمسة في المية بيموت من الكورونا لأنه زيه زي أي فيروس لو لقى حائط الصد اللي هو يسمه المناعة اللي ربنا خلقها اللي هو خلق الفيروس وخلق الإنسان لو لقى حائط الصد بيقولك سلام عليكم فإحنا ملناش على الناس دي سبيل وصلت حد الشخاف الخوف والفقر اللي ناس كتيرها بقت فيه من عدم الشغل والشركات اللي تقفلت والبرصات اللي وقعت والشركات اللي أغلقت والعمال اللي تسرحوا السترس اللي هيعيشوا فيها يجيب لهم أمراض ويموتوا قبل بالكورونا هيأثر عليهم وصلت الفكرة دي كم جرعة العلاج بتاع إيه أي حد الجرعات لو أنت شكك أن أنت عندك كورونا اللي أنا بقوله ده مش علاج كورونا مفيش علاج على هذا الكوكب من شلل الأطفال وللجديري وللحصبة الألفلونزا بتاعت كل سنة علاجها إيه اللي هي بقالها من مئات السنين اللي هي الألفلونزا العادية علاجها إيه علاج الألفلونزا إيه حد يعرف علاج الألفلونزا علاج الفلوانزا ملهاش علاج الفلوانزا ملهاش علاج فما فيش فيروس ليه علاج اما اللي بيعملوا ايه يضعفوا الفيروس قوي فيطلعوا يسيب الجسم يما يضعفوا فالمناعة تكسبوا فاحنا بنفس النقطة المناعة هي الاقوى بدن منعتك قوي هتقول لي بقى كورونا مش كورونا هو حائط السد يوقف اي حاجة عند حدها لو انت قللت ادفعاتك بحاجات تنقص المناعة بامراض مزمنة ما بتاكلش كويس ما عندكش فيتامين ومعادم في جسمك منعتك هتقع ارجع للنقطة الجرعات اللي هي مش علاج ولكن انا مليش دعوة بالفيروس مليش دعوة فيه اي بره انا اللي هي دعوة جوه اقويل منعه ازاي عشر تلاف وحدة للبلغين عشر تلاف وحدة فيتامين دال خمسة جرام فيتامين سي زنك خمسين ميلي جرام تاكل خضار وخضروات كتير وتمنع خالص السكريات منعتك هتبقى حديد تقول لها فين يا كورونا تعالى افطر عليك وصلت هيجو كورونا ابن عم كورونا سارس تو سارس عشرة سارس خمسمية سارسور المناعة اول ما انا عمر ضعف المناعة السلينيا مالوش دور موقع في المناعة بس بيبقى زي احد الحاجات الانتي اوكسيدنت اللي بتساعد الجلوتافيون في الجسم انه يقاتيات الخلايا السرطانية ينشط الجسم يعمل ديتوكسي للكب ياخد المعادن ينشط الغضة الدراقية فالسلينيوم في حلقة انه مش دايرك تقوي على المناعة زيدال وسين والزنك دول دايرك دول العواميد السيام للاطفال لا يعني لو لم يبلغوا الحلم خليه يعني يفضل صايم لغاية ما يتعب اول ما يتعب يديه ما تخصبش عليه يعني انا بنتي حداشر سنة يعني لسه على تيجع الساعة هنا بنصوم لغاية تسعة بالليل تيجع الساعة 4-5 ما تكلش بقل الشراب شوية مية لسه صغيرة عشر سنين او 11 سنة على قد ما تقدر ما تتكوش عليهم بس يعرفوا ان دا مقدس وفي يوم القامة لازم يتعود ان هو يقصوم بس يعني الاطفال الصغيرين دربوهم بس لقيته داخل دروخ تعبان يعني ما تتكوش عليه مش فرض عليه بدا ما بلغش علاج الدوخة فقرات الرقبة محدش يعني الدوخة التنين اي مشكلة في العلاقة الزوجية الصداع المستمر الربو محدش يتكلم في علاج هذه الامراض قبل ما يصلح الجهاز العصبي اللي هو العمود الفقري العمود الفقري من غير العمود الفقري العمود الفقري هو الاساس بعد كده الدم وتد فيتاميناته معادي انما دور على جهازك العصبي لو سمعت روح لكيرو براكتك محترم يزبط لك العمود الفقري خمون الغدى الدرقية ولو اني عملت عندها حلقة من اهم الحاجات اللي في جسم البني آدم الغدى الدرقية انت مش متخيلين اهمية هذه الغدى دي الماسترو بتاع الغدى النخامي بتاع الغدى النخامي مايسترو الجسم كله انما مايسترو الايد اللي هو الميتابوليزم بتاع جسمك الغدى الدرقية مش النخامي عايز احافظ على غدية الدرقية دكتور الستات كتيرة ويشتكو منها الغدى الدرقية حصل للها ايه طول ما السكر عال الغدى الدرقية في النازل طول ما انت بيجي لك استرو جين من الاكل من مبدايات الحشرية استرو جين مش تمام الغدى الدرقية في النازل طول ما عندك كورتزول علي الموبيدات الحشرية حبوب منع الحمل الاستروجين الصناعي اي حاجة تباوز الاستروجين اللي غض درقيته والله سلام عليكم ما نشغاله تمام؟ والكورتزول لما يعلم ما يتنامش كويس عندك استرس على طون ما بتاخدش فيتامين سي كورتزول عالي يبقى الغضة الدرقية نزلت الحاجة التانية الغضة الدرقية عايزة يود وسيلينيوم من غير يود ومن غير سيلينيوم الغضة الدرقية ما بتشتغلش هتقول مش شغاله ما عنديش بنزين وصلت خد اليود بتاعك من السي ويد اللي هي عشاب المي عشاب البحر فيه برشام اسمه بلادر راك الكيل بحلو قوي تاخد قرص كل يوم ده اليود بتاعك اوعا تاخده من ملح الطعام المكرر هيودينا فداهية بالصوديم اللي فيه لو سمحتها الحملاية وملح المياه يوجد يود فاخد اليود من عشاب البحر السيلينيوم خد مكسرات السيلينيوم خد خميرة خميرة طبيعية خميرة بيرة او الخميرة الغذائية او مكسرات بيرازيلي او 200 مايكرو كل مثلا ست سبعة شهر خدك شهرين سيلينيوم 200 مايكرو قبل ما تنام تنظف جسمك من السموم وتنشط الكبد والتعلي الغضة الدرقية تبقى تماما في حاجة تاني الغضة الدرقية بتحب الكربوهيدرات تحب الكربوهيدرات فانت لو انت مثلا كيتو الفترة طويلة ولقيت الغضة الدرقية مش قوي اديها وجبة رز 400 او 300 جرام نعم كيتو واكل رز ايوا اعمل شكر الغضة الدرقية هتطلع من الكيتو ربع ساعة حضرتك ربع يوم رز مرة واحدة الرز مش سكره كتير قوي يطلعك بره ويدخلك تاني يعني يطلعك وتدخل الكيتو تاني انما واحد يطلع من الكيتو بشوية فاكهة هراحت منك كتير اي فيتامينات تنصح بتناولها مع بعض دي و سي مع بعض بص ايه قاعدة الفيتامينات الفيتامينات نوعين نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الدهون دول ما يتخدوش من بعض ويمكن انا قول مرة عشان كده بقول ما ينفعش مالتي فيتامينات ننفعش الفيتامينات تتاخد كابسولة واحدة ليه؟ في حاجات تدوب في الماء وفي حاجات تدوب في الدهون الحاجات التي تدوب في الدهون اللي هي ال陳 د و D وال Ya والGH دول يتخدو مع بعض skip 2 وفيتامين D و然後 وongo جا 3 محتة زبدة اللي هم يدوب في الدهون فلما يأخذ الدهون يصرع الهضم بتاعها ونذهل ولو عايز تاخد إي ولو عايز تاخد ألف كل ده تاخده مع بعض وده يتدوب في الدهون طب الحاجات اللي ما بتدوبش في الدهون فيتامين به فيتامين سي اللي كل الناس بتاخده ابعدوا عن فيتامين دال وده يتشرب بمية حضرتك فيتامين به يكون بليكس وفيتامين سي وصلت مهمة قوي فيتامين اف مادهون مع فيتامين كاف وصلت جوابت على السؤال ده والفيتامينات دايما تتخذ والشمس طلعة فيتاميناتك والشمس طلعة معدنك والشمس مش موجود قاعدة عامة ألم أسفل الظهر يعني لو ما فيش نزلاء غضروفي هعمل لكم مرة حلقة ازاي تعمل استيرتشات وازاي ترفع رجليك كده الأوضاع اللي تريح ألم الظهر لأن ألم الظهر الناس كتير عادة على المكاتب وشباب صغيرة بيذكر قاعد طول النهار على الكرسي فهعمل حلقة ازاي تقوية العمود الفقري بالتمارين أنا مش دكتور مخ وعصاب والعمود الفقري ولا كايرو براكتك فهقول لكم ازاي تعمل استيرتشات وازاي تقعد في أوضاع تصلح عمودك الفقري تمام؟ زي ما لقلتلكوا قبل كده الناس اللي مقتبه كده طول النهار على المكتب ده ممكن يجي لها مالتروليسكوليروزيس تصلب لويحي إنه قعد كده تخيلوا لأنك قافل على قوعيتك قدامه وقافل على الرقبة وقافل على الأعصاب بتاع جسمك فتزحى الصبح تلزق إيديك في الحيطة كده هون الكوع وضهرك تلزقه في الحيطة كده 10 ثواني وراحة 2-3-4-5-7-7-8-10 براحة طبعا أول ما تنزل فتزحى ظهرت فرد وصلت مهمة له لأن هذه التأتيبة خطيرة التنميل والبرودة البرودة برودة الأطراف برودة الأطراف تركزوا في الحتة الانفينس كتيرا و تشتكي منها برودة الأطراف الدم لا يصلش باسمه ضعف الدورة الدموية يعني رقيق رقيق يعني الدم لا يصل للأطراف والأكسوجين لا يصلش للأطراف لما الدم المحمل بالأكسوجين لا يصلش أطرافك تنمل وتبقى بردة هو اللي يدفل جسم الدم اللي يوصل الأكسوجين للأعصاب الترفية ويوصله للأوعاد الدموية اللي في الآخر هنا الدم فإحنا عايزين نقوى الدم حضرتك نقوى الدم ازاي؟ أول حاجة التنفس السليم إنك تملى جسمك أكسوجين ثاني حاجة لو عندك أنيميا تعالج الأنيميا لأن الأنيميا هي اللي بتشيل الأكسوجين حضرتك ما عندكش حديد الأكسوجين هتشال فين؟ هيجم الهواء؟ ما لازم يتشال على الدم يروح في الخلايا وصلت؟ فإرفع الهمجلقة كل كبدة محترمة مرتين في الأسبوع كبدة بقري كل سردين كتير السبيرولينا محترمة ماوي في الحديد البونجر حلووي في الحديد السبانخ لوحدها كويسة في الحديد بس بعد اللحوم وصلت؟ دي الأعصاب الترفية تحني حاجة يبقى أنا كده حلت المشكلة وصلت الدم للأطراف تاني حاجة الأعصاب لو برضو ما عندكش حاجة في الرقب أو في اكتافك أو في العمود الفقري من ورا هتأثر على الأعصاب وكل إديكت لها وجعك وفيها تنميل لو مشكلة في الضرب لو برضو الأعصاب بس يبقى ناخد حاجة تقوي الأعصاب الترفية الذي جمع اختته identية فإن كامل فإن لا يوجد ح評 بيتامين باككة هذا الحياة وهو الأعصاب لأن يحميك الإلكتاب في الاعصاب ومن الإلتظم وعش Hawaii حمض المعدة يقوم بعمل ما عندكثر انهمية الو بي يبقى كده جبناها من الأول خالص صلى حمد بعتدتك خد فيتامين بيتناشة مش بيتناشة خد بيكومبيليكس كله واتنفس كويس وصلح الأنيميا هتلاقي الأطراف راح بقت تمام وصلت علاج البهاء علاج البهاء البهاء ده عبارة عن إيه؟ الجسم فيه أجسام مضادة حصل كونفيوجن أو حصل يعني لابس على الأوعية الخلايا المناعية وبقت تكسر الخلايا اللي بتديني اللون أنا لوني بني فعندي نسبة درجة سابغة ليلة الناس الصمر قوي أو الناس اللي هما دركة قوي 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 دول عندهم السابغة كتير الناس اللي بيدي قوي قوي السابغة ليلة يبقوا شقر وشعرهم مش يسوط زينا ولا غمئين زينا وصلت فلما السابغة دي تكسر تباني إيه الحتة من غير سابغة فيبقى البهاء في الشعر يبقى الشعر بيض شعر بيض شعر بيض تطلع نقاط بيضة طيب إيه يا رب اللي خلى جهاز المناعة يقصر السابغة بدل ما يروح يقصر الأعداء حصل لكم فيوجن إيه اللي يعمل خلل في الجهاز المناعي إيه اللي يعمل خلل في الجهاز المناعي يا فكري تاني هسيبك ومشي هسيبك ومشي والله هسيبك ومشيوا إيه اللي يعمل خل في الجهاز المناعي الميكروبيوم مش مزبوط اسمك ايه؟ دب الله العظيم ها يزيم يعودلك تحيي فاطمة فتحي برافو عليك النشويات برافو عليك ارتشاح الأمعاء الله تمام كله رحفن أنا نجحت يا أولاد أنا عايز الكاس كله رحفن مايكروبيوم سكر ارتشاح صح ارتشاح الأمعاء ارتشاح الأمعاء ماشاء الله السكريات التوتر الكورتزول يعلى الدم يقل في جهازك الهضمي بس يعني فيه أطفال هنقول كورتزول بيزود في الكبرنامو الأطفال الكورتزول قليل يعني واحد طفل عنده سنتين ثلاثة جلبه هيا حبيبي استرس إيه حضرتك اللي بتتكلم فيه لا بص على المناعة ممكن يبقى مش راضع كويس مش راضع طبيعي الولادة مش طبيعية سيزيريان ما بياخدش برو بيوتك خد قلبان بقر كتير بهدلة الأمعاء بيأكل عش كتير بيأكل سكريات كتير ممطو بتدينه بسكويت البسكويت قمح وسكر ومواد حفظة ودقيق من غير يعني معدل وراسي يعني إجرام والله الناس اللي بتتصل على الحاجات اللي للأطفال تمام يبقى وصلنا العب في الأمعاء في الأمعاء فإحنا عشان نصبت الجهاز العصبي قوي مش قابل الجهاز العصبي الجهاز المناعي أنا قلت الحلقة الأخيرة حلقة الـ 2 مليون قلت عليها الكلام أصلح الأمعاء الأول البروبايوتك أمنع الحاجات اللي بتبوزي الأمعاء جلوتين وقلبان كلها بقى ليوش بقى لكل اللاكتوسات إلا لبن الإبن مش عايزة حرقلكم الحلقة الجاية امنع حرقتها صحيح امنع الألبان ومنع السكر ومنع الجلوتين ادي بروبيوتك ادي فيتامين دال عشان تبني عن أمعاء محترمة اكل خضروات كتير جوسينج اللي هو يعمل الخضرات هعمل حالة على الجوسينج اللي هو عصير الخضار مهمة جدا في التغذية مهمة جدا عصير الخضرات مش عصير الفكهة يأكل فكهة الولد إنما يشرب مشربات الخضرات كلها اللحمة مرة في الأسبوع السمك مرتين ثلاثة مهمة قوي السمك عشان القوم الجسري في بناء المعاء والجهاز العصبي فيتامين دال القوم الجسري قلنا عليهم وفيتامين ألف والزنك عشان الجلد يجدد نفسه بنفسه بسرعة ده اللي بيعمل كده بيوقف تطور المرض إنما مش كل الناس المرض بيخفوا يرجع تاني يعني الخلايا تطلع ناس قليلة قوي كان عنده بهاء وخف يعني شيء نادر إنما البوع بتقل وتقف بتقل وتقف يعني أنا 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 يعني ناس عصرتهم مش أنا مع بعض ستة أو سبع شهور قالتلي يا دكتور البهاء ابتدى يقف وينكمش إنما نفسه موجود ما حدش يقدر للك تخف في البهاء ممكن بالألترا فيولت أو بالطرق الموضعية بس الأول احنا صلحنا السبب الأمعي تقط سيف سيف بتسأل على زيت الأوريجانو ما هو فين زيت الأوريجانو زيت الأوريجانو ده احنا متكلمناش عليه قبل كده زيت الأوريجانو وزيت الزعتر من معجزات ربنا في الأرض ربنا بعت لنا لباتات معجزة الأوريجانو وزيت الزعتر عملوا ورقة بحسية إن فيروس الكورونا بيمد بعد عشرين دقيقة من تلامسه بزيت الأوريجانو يعني ما بقولش عليك ده ورقة بحسية زيت الأوريجانو اي حد فاهم بياخد ثلاث نقط زيت أوريجانو جابلي على كباية مية الصبح وبالليل ده مقوة منعة للسماء أنا ما اتكلمش عليها من كده بس يعني في الحلقات القادمة قاتل بكتيريا وفيروسي وفطري مالوش زي سواء الزعتر زيت الزعتر او زيت الأوريجانو اللي يجيب أوريجانو الجابلي بلدنا مفيش أوريجانو يا دكتور في زعتر في زيت زعتر في كل بلدنا مهمة جدا ثلاث نقط بس ثلاث نقط على كباية مية كبيرة بيعمل ايه؟ بيضرب المناعة في السماء خليها جامدة جدا فطريات وبكتيريا وفيروسات مش دي ليلتي أنا ليلتي ايه؟ جرسمت المعدة جرسمت المعدة ورجعوا حلقات جرسمت المعدة قلت زيت الأوريجانو زيت الزعتر لا يقاوم لا تقاومهم جرسمت المعدة أسبوع واحد أسبوع واحد ما بتقدرش تعيش في جسم بياخد زيت أوريجانو أو زيت زعتر جربوا وقولوا لي أنا قايل لوالدي ووالدتي من حوالي ثلاث شهور مفيش يا ابني زيت أوريجانو عندكو زيت زعتر يا حج اه، ثلاث نقط للحج وثلاث نقط للحج كل يوم على كباية مية كبيرة ننسى الجهاز الهضمي وننسى ننسى التهابات الجهاز الهضمي وننسى ضعف المناعة وننسى الفطريات وننسى الكنديدة وننسى الجرسومة صلوا بينا عنك أقولوك يا أكتر من كده الجلوتامين للرياضي مهم قوي الجلوتامين للرياضي وخلي بالك الجلوتامين سيبك من أن الجلوتامين أنا بكتابه لكل الناس عندها رتشح الأمعاء لأن الجلوتامين 5 جرام قبل الجيم و5 جرام قبل ما تنام غير، هاتكلم على الرياضة نمع في الحياة العامة الفلاي اللي هي في الأمعاء دي ده بيغطيها يعني بيخليها قوية ويعاكس ارتشاح الأمعاء ويخلي الامتصاص أحسن الجلوتامين تاني حاجة في الرياضيين بقى يخليك لو لعبت جيم جامد قوي قوي يخلي الريكافر عالي يعني انت هتقعد تعبان مكسر يومين ده يخلي يوم واحد العضلة هتكبر في ستة شهور لا تكبر في ثلاثة فالجلوتامين رائع لا تستغنى عن الجلوتامين في الحياة الرياضية او الناس اللي عايز ابني أمعها مهم جدا الجلوتامين اي حاجة مثل مستي اويل رائع رائع الامستي اويل بيدخلك الكيتوزيس على طول وما بيتحولش لدهون يعني دهون ما تتحولش لدهون أبدا ويستخدمها طاقة والمخ بيفتع عليها والتركيز بيزيد والزايمر بيقل الامستي اويل رائع بس موجود في بلادنا موجود في أوروبا وامريكا طبعا طبعا كمل على الامستي اويل بدل ما تحط زبدة بقرية على القهوة الصبح حط امستي اويل رهيب رهيب حلو جدا انا محب الزبدة بس امستي اويل فضيع اليود اليود ما تاخدش دويود خدي أعشاب بحر هتمشي طول عمرك على دويود ليه خدي أعشاب البحر بيقولك ادي بلاد الراك او عشبة البحر او الكلب او السيويت عشرة في المية يود خدي كل يوم قرص ما تاخدش دواء اليود ليه خدي من بتاع ربنا من العشاب العشاب المية لان ده لازم مصدر كل يوم طول عمرك او على الاقل كل عشاب بحر على مرتين في الأسبوع واللي هتجيب اليود من ايه الناس اللي بتاخد مطبطات مناعة طيب قعدوا في البيت بقى ماشي خلاص من انت اللي حصل حصل هنقعد معيط لا اقعد في البيت ده العزل معمول للناس ده مش للناس الصحيحة والشباب العزل معمول للناس الكبيرة السنة اللي عنده ضغط سكر الناس اللي مريضة بالسرطان لازم تتعزل ما عندهاش القدرة على تحدي الفيروس الناس اللي بتاخد مطبطات مناعة على اي سبب اقعد في البيت خلاص ده ما تجذفش ما عندكش دفعات هتنزل هتروح لسكيمو او هتروح سيربيريا وانت قالع ما ينفعش العزل العزل وفيتامين دال وفيتامين سي انا احسن حاجة شفتها لخصوبة المرأة في حيات المكة روت جزور المكة حاجة كده يعني سحر الصراحة المكة روت يعني بتزاود خصوبة المرأة وبتقول بويضات وتحسن الاستروجين وتزبط الدورة وتحسن الرحم وتكبر السدر يعني بتعمل انفة جديدة المكة روت تلات شهور 500 مل جرام مرتين في اليوم يقال ان الفيروس بعد العلاج منه يؤثر على الكلية وعلى العقم كله لسه كلام بصوا ما فيه بصوا فأثناء الايبديميك او الجائحات بتلاقي كلام من كل ناحية ده بيموت الأطفال ده بيبوص حسة السمع والشم للأبد ده بيجيب عقم لكل الرجال ما فيش حاجة اذا كان ما وصلوش لأصلا يعني من كتر تغيرات الفيروس ما قدروش يمسكوه عشان يعملو له فكسين معين فملكش دعوة بالفيروسات ليك دعوة بجسمك اهتم بجسمك اهتم بمناعتك بتغذيتك هو انت في ايدك حاجة تعملها الفيروس حضرتك انت ليك بيموت كل الناس هتعمل ايه هتعمل ايه ملكش مش في ايدك تعمل هتعط عيط انما انا في ايدك اقو المناعة ايدي ابطى السجائر وام ان ابطى اللبن بقري في اييدي ابطى الغلوتين في اييدي ابطى السكريات وحلويان في ايدي انام بدري في اييدي اشرب مية في ايدي دعاني ايدي اهتمام في ايدي اتنفس في ايدي ما اعملش استرس في ايدي اخد بيتامين دال وسته processing صح ? كل ده في إيدك تعمله وبتسأل هو بيجيب عقمه ولا بيجيب بما لأ فأوكي نعرف بس ما تتفقش في حاجة يعني دلوقتي احنا دلوقتي في زوبعة الغبار اصبر كمان سنتين لما كل ده ينزل هيبن ان فيه ناس كتير قوي يعني قالت كلام من عندها وكان فيه شعتل السماء اصبر لما الزوبعة قل اعتني بنفسك انت تاجر اه انا تاجر طبعا وفيه احنا من التجارة تاجر مع ربنا تاجر مع البشر ان اخدمهم تاجر اكسب وبقى مليونير تاجر بيع كتب علم للناس مش عيب ان انا بقى تاجر ده حاجة يتشرفني على فكرة ان انا تاجر بس ما تجرش بقى امراض الناس او ادحك عن الناس او مديش قيمة ده تاجر يدخل النار انما التجارة تسعة وتسين في المائة من الرزق في التجارة ده حاجة كويسة على فكرة تسعة خمسة ثلاثين فيرتايجو اتكلمت عن الفيرتايجو دلوقتي الفيرتايجو الدوخة المسؤول عن الدوخة اللي بتحصل لك ياما دم مش واصل للأزن الوسطى فمركز الاتزان ياما عندك مشكلة في المخيخ ياما عندك حاجة في العمود الفقر لو انت نمت كويس وبطلت سكريات وخدت فيتامين به عشان الجهاز العصبي كله وخدت زينك وماغنسيوم الدور دموية بتتحسن طبعا لو فيه انيميا محدش يقولي انا عندي انيميا وعند دوار انا عندي انيميا ونفسي صعب انا عندي انيميا وبتعب بسرعة انا عندي انيميا وما بنامش انا عندي انيميا وشعري بيقع انا عندي انيميا وبشرة جفة انا عندي انيميا وبعية كتير انا عندي انيميا ومانعتي ايه عالج الانيميا يعني التكاسي اللي بتغزي الخلايا بالأكسوجين ما فيش ما فيش تكاسي حضرتك ما فيش الأماكن فلو انيميا لازم تتعالج الانيميا فيتامين بيه عشان الجهاز العصبي السترس يقل الريسفيراترول حلو قوي في الدوخة لأنه بيزود الأوعية الدموية بيوصل الأوعية الدموية للأوعية الدموية الصغيرة اللي في المخيخ اللي في الأزن الأوعية بتاعت القلب الرفيعة ريسفيراترول 100 ميلي جرام مرتين أو ثلاثة في اليوم لمدة 3 شهور وصلت حلو قوي ريسفيراترول مع الأساسيات بتاعت الصحة العامة لو كل ده يبقى يروح دكتور مخ وعصاب يبص على المخيخ ويبص على العمود الفقر الصداع الصداع عرض تاكلش كويس ما بتنامشي كويس والله ثم والله ناس لما بطلت السكر بس الصداع راح طب يعني أقول لي إيه السكر بس واحدة تقول لي يا دكتور والله أنا من ساعة ما سبت اللبن كان عند صداع نصفي بقى لي عشر سنين راح الصداع عرض الصداع جسمك بيقول في حاجة غلط فانت حاجة غلط انت ععد مع جسمك أكلك كويس نومك كويس استرسك عالي فيتاميناتك معدنك بتتنفس كويس خد حاجات تعمل هدوء زيت اللابندر ورق اللوري هعمل عنه حلقة بإذن الله ورق اللوري اللي احنا بنطبخ به ما عرفش اسمه العرب بيسموه ايه لو عملته بمبخرة حرقته هيعمل لك ريلاكسيشن وينايمك ويوضي الصداع تخيل ورق اللوري اللي يعرف ورق اللوري بالعرب يعني البلاد تانية اسمه يقولولي رأوه يجد عنه في البيوت وشم ورحته هيوضي الصداع ويخليك ريلاكسي تماماً انا الله عايز اعمل عنه حلقة مش فاهم ايه اللي دخل الهسة دي مش فاهم ورق الغار بربع عليكم مين اللي قاله والله يا العظيم انتو شباب زي الورد احمد يا مصطفى تحياتي سهام احمدوفا تحياتي هايدي صلاح تمام ورق الغار اممها ايه ده ايه ده كنت نقول لكم ورق موسى كمان ايوة صح فكرت صح ورق موسى ورق الغار تمام احرقوا يجد عن في البيوت اسرق كده واحدة من وراء ممتك وحطه في المبخرة هتدعي لك يا ابني والله ان شاء الله ده انا الوحيد ده انتو طلعته انتو تفحوا قنواته والله نزيف الليثة نزيف الليثة فيتامين سي ناقص ولا لا بتاخد أسبرين ولا لا تاكل خضروات كتير ولا لا عشان فيتامين كاف احتم بالخضروات كتير اتمطمط بزيت جزهن خد فيتامين سي عشان في الليثة الدمامة المتكررة احد اعراب يطلع لك دمامة في وشك في ضهرك بتكوح كتير بيجي لك هيربس كتير كل دي اعراض الالتهابات عالب للتهابات اللي بجسمك راجع حالية الالتهابات الدمامة المتكررة ده معناها الالتهاب سكرك عالب تاكل جولوتين كتير عايز تقلل السكر عايز تاخد مضادات اكسادة الاسورة ليه علاقة بالطاقة لا لا انا فيش حاجة فيش حاجة دي مزاك عندي الحاجات اللي في دا دي مزاك ما لهاش علاقة بالطاقة او الحاجة انا تقطي داخلي يا حضرتك الشب المبكر الشب المبكر الشعر ده الله انه قلت الكلام ده عمري ضاع الشعر ده اخر حاجة في جسمك بيبعت لها التغذية اخر حاجة عنده حضرتك قلب وعنده مخ وعنده كلية وعنده جلد وعنده عضلات وعنده عض لما تغذي كل دول يا حضرتك ابعت للشعر والضوافر عشان كده لما شعرك يقع دي حاجة فوق قوي يعني ما عندهش خلص في الاساسيات فما بقاش في موارد للشعر فيوقع والضوافر بتاعتك تقع وصلت فرجع السلسلة بقى راجع حلقة تزاقط الشعر من اول انا مشيت على كل حاجة كل حاجة في الجسم عمعائك فيتاميناتك فيتامين ب12 الفوليك أسد الحديد الكولوجين فيتامين سي حاجات كثيرة قوي في الشعر بياض اللسان دي حلقة الكانديدا وعلى فكرة الذي يتعالج من كانديدا يتعالج هو وزوجه أو الزوجة أو الزوجة يعني الاثنين مع بعض يتعالج كانديدا لوحده هتجله من الثاني حتى لو مش بين اعراض موجودة كانديدا تذهب بين الزوجين الاثنان يعالجوا الكانديدا مما جدا نقطة دي لو في بلغم خفيف كل ده ممكن يكون يعني يتنامش كوي استرس يعمل الكلام ده كل إنما كلمة وجود بلغم يا جماعة البلغم معناه أن الجهازك المناعي ناشط في حاجة غلط بيزود الإفرازات سواء أنت بترشح كتير أو البلغم في جسمك كتير أنت بتاخد حاجة تزود البلغم يا جسمك بيزود البلغم عشان في حاجة غلط فالحاجات اللي تزود البلغم في الجسم الألبان كلها بتزود البلغم سواء ألبان موفيدة أو ضارة دي حاجة تاني حاجة الزيت النباتية بتزود البلغم زيت الكانولة زيت الزيت الزيت الكانولة وزيت الدرة وزيت دوار الشمس وزيت الدرة الحاجات زيت الرززة القطن بتزود البلغة. اللحوم الحمراء ما تاكلش منها كتير مرة في الأسبوع زي ما احنا بنقول 100 جرام أو 200 جرام في الأسبوع ممكن تزود البلغة. المواد المحفوظة بتزود البلغة. المبيدات الحشرية تزود البلغة. ما بتنامش كويس البلغم يزيد المناعة. لقيت بكتيريا أو فيروس أو الناس اللي بتدخل. ده عنده التهاب مزمن. كل شوية مدخل سخونية. فالجسم يطلع في بلغم عشان يغسل الكلام ده. فالجسم ده حاجة دفاعية. فانت لو ما فيش حاجة ظهرة تدخين أو بكتيريا أو كحة سبب بكتيريا يبقى يوقف الحاجات اللي بتزود البلغم. في ناس بقالها بتقول لي يعني بقالنا سنين طويلة مجرد ما وقفتم اللبن ومنتجاته البلغم راح. وصلت؟ والإكليبتوس فيه وراء اسمه الإكليبتوس عند العطار أو زيت إسينشيل اويل إكليبتوس. لو حطيته في مية دافية واستنشئته بيودي البلغم ويوقف الكحة من السدر. رهيب. الصوت مش واضحة. كده الصوت تمام ولا إيه؟ ده أنا هغني لكو دلوقتي. أيها المستمعون. الصيام للتصلب. آه. الصيام لأي مرض مناعي ممتاز. الصيام مع أي مرض مناعي ممتاز. ده هو بيزبط المناع. ضعف النظر الليوتين والاستواني. هاي ده أنا خاصة. ده هو. طبعاً أنا بعد سنة ده ربعين. طبعاً أنا جايب ده من أنا منه رومانيا. مش هتلاه ده في في البيكون. هيدور. ده زي. آه. ليوتين وذايو دانسين. ولا هايبان. فيجن ديفندر. دوروا في بلادكو حاجة زي كده. أنا طبعاً بعد سن الاربعين. النظر بيضعف. فأخذ ده عشان ما يلبسنا الدارة. ليوتين وذايو دانسين. زي. دانسين. زي. دانسين وليوتين. لاتنين دول. رهاب. رهاب. بيحسنه قدرة حتة في العين من وراء. بيحسن وظيفها. ويودي الدم من العين بزيادة. ويحسن وظائف النظر. وما يخليش نظرك يضعف. الليوتين ودانسين. خذهم مع بعض. هي موجود في كل البلاد. دور عليه حلو جدا. أنا بيتشلبس ندارة. 6-40 ديئة. كفاء بقى كده. يعني خلاص. فاضل لنا. احنا عنديني هنا الساحداشر. انتوا صهرتوني. انتظروا حلقة بكرة. هل القمح الكامل البيولوجي معدل جينيا. اي قمح موجود 99% من الامح دلوقتي معدل وراسي. الامح زمان كان اطول. وما كانش بيوقف. بيشيل هذا العدد من الحبوب. وما كانش بيتحدى الريح. ابعدوا الامح. سواء فيه جلوتين. او خلي جلوتين. اتركوا الامح بليز. امح ودرك وشعير. ابعدوا عنهم وفولوا الصوية. الاربعة دول. ابعدوهم عنكم. وجربوا الحياة. هيبقى لونها بمبي. وما توفيق الا بالله. علي توكلت. ولا يونيب. هتوعشوني. السلام عليكم. باي.